تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب استاذ القاهرة الدولي الذي يستضيف مباراة الأهل ومنافس التقليدي الزمالك في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من الدور الممتاز ويدخل المارد الأحمر اللقاء بعدما حسم لقب الدور هذا الموسم وللمرة الثالثة والأربعين في تاريخه وبالتالي يسعى إلى تحقيق فوز يؤكد به جذارته باللقب ويتوي به موسمه الإيجابية بعد الفوز بلقب السوبر المصري ولقب كأس مصر إلى جانب حصد لقب دور أبطال إفريقيا هذا ويواصل ثنائي الأهل عمر السلية ومحمود متولي غيابهما عن التدريبات اليماعية لعدم جاهزيتهما بسبب الإصابة في المقابل شهد تدريب الفريق عودة لاعب المنتخب الأولمبي بعد انتهاء مهمتهم والتأهل لأولمبياد باريس وهم حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف على الجانب الآخر يدخل الزمالك المباراة ساعيا إلى إنهاء الموسم بشكل جيد قبل خوض منافسات البطولة العربية للأنجية ومتسلحا بالأداء الجيد الذي يقدمه مؤخرا مع المدير الفني الكولمبي خوان كارلوس أوسيريو هذا وتلقى الفارس الأبيض دفعة قوية قبل مباراة القمة بعودة ثلاثي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر إلى تدريبات الفريق عقب التتويج مع المنتخب بفضية كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب بينما تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط نبيل عماد دونجا في المباراة بسبب الإصابة الجماهير من جانبها عبرت عن توقعاتها لمباراة القمة آملين أن يشهد اللقاء أداء فنيا مميزا وأن يخرج بشكل نليق بالفريقين الكبيرين والله أنا متوقع أن الزمالك يكسب 2-2-1 ماشي طبعا شيكبالة وزيزو وطبعا إحنا أم حاجة عندنا ما فيش تعصب لأن إحنا كلنا أخوات وكلنا واحد أتوقع 3-0 للنادي الآن إن شاء الله كهرباء بإذن الله وحسن الشحات وبرستاو يعني أنا متوقع متوقع نتيجة 2-1 يا ثلاثة واحد للزمالك والله يعني ممكن نقول حسن الشحات إن شاء الله متوقع وأفشأ وأفشأ ومتوقع برضو يعني كهرباء إن شاء الله كهرباء الدنيا شوية يعني هو الأهلي أكيد يعني ما فيهاش كلام هو الأهلي من غير أي توقعات من غير أي حاجة الأهلي دايما هو اللي بيكسب والأهلي دايما هو اللي مشرف توقع النتيجة تكون ثلاثة سفر ولا يجيب اللجوان حسن الشحية تبير ستاو وكهربا ان شاء الله وهكذا تنتظر جماهير كرة القدم مباراة القمة التي طالما شهدت إثارة ومتعة على مدار 126 مباراة خاضها قطب الكرة المصرية في الدور الممتاز